تعالوا نروح للمصطفى مدبولي سريعاً رئيس الحكومة اللي بيعلن النهاردة في مؤتمر صحفي رفع سعر الخبز من 5 قروش لـ 20 قرش اعتباراً من بداية الشهر المقبل والحقيقة الخبر ده أول ما قرأناه قررنا نعمل معادلة حسابية سريعة كده زي ما تعودته في آخر كلام هو لما كان بشلن المتوسط استهلاك الأسرة كامل غريف تقريباً يعني كانت التكلفة كام تعالوا نشوف في اليوم وفي الشهر وفي السنة إيه اللي هيزيد على حضرتك كرب أسرة مثلاً مثلاً من خمس أفراد تعالوا نشوف مع بعض كده زيادة تكلفة الخبز على الأسرة المصرية النهاردة ارتفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش لـ 20 قرش لو قلنا أنه متوسط استهلاك الأسر المصرية الفرد مثلاً 3 رغيفة يومياً فلو الأسرة مكونة من 5 أفراد يعني احنا بنتكلم على 15 رغيف في اليوم وأنا بتكلم هنا على حد الأدنى أنا عارف أن فيه ناس بتاكل أكتر من كده لأن ما عندهاش أصلاً حاجات تانية تجيبها للحمة ولا فراخ ولا أي حاجة فبيقضوها عيش وبتاع فأنا بس بتكلم على الحد الأدنى المتوسط اللي ذكر في عدد من التقارير الموثوقة تمام؟ طيب تعالوا نشوف الإنفاق هيختلف إزاي؟ قبل الزيادة كان قديه وبعد الزيادة أصبح قديه لو احنا بنتكلم عن الرغيف الواحد كان 5 أروش في 15 رغيف متوسط الاستهلاك الأسرة في اليوم يعني بتكلم في 75 قرش بعد الزيادة إلى 20 قرش في 15 رغيف يعني 3 جنيه مش 15 فرق دي 15 رغيف يعني 3 جنيه فالفرق كنت بتدفع 75 قرش في اليوم هتدفع 3 جنيه في اليوم في الشهر تعالوا نشوف في الشهر إيه بقيت أنا تاني بأكد أنا عارف إن الرقم ده في أسر بتستهلك أضعافه في اليوم لأنه ما بيأكلوا عيش حاف أو عيش وجبنة أو عيش فول أو أي حاجة رخيصة أنا عارف ده بس أنا بحاول أحسب هنا الحد الأدنى حضرتك ممكن تحسب في معدل الاستهلاك بتاعك عشان تعرف سيء الذكر النهاردة عمل فيك إيه لو أنت بتستهلك 20 ولا 25 رغيف ولا أكتر ولا عندك ولاد أكتر من 5 ولا أي حاجة فالأرقام دي هتزيد في الشهر 75 قرش فيه 30 يوم يعني 22 جنيه ونص بعد الزيادة وصلنا لإيه 300 قرش في 30 يوم يعني 90 جنيه فالفرق هنا في الشهر من 22 ونص أصبح 90 جنيه تعالوا بقى ندربها في السنة ونشوف النهاردة الحكومة عملت فيك إيه لأن نخلي بالك الحكومة النهاردة بتأكد لي والمصادر الرسمية بتأكد لي إن الكلام ده لمصلحتك وإن أنت المستفيد أوى الله أنا معرفش أنت مستفيد إزاي لما أنت في السنة 22 جنيه ونص فيه 365 بـ 8212 جنيه ونص كنت بتدفع الرقم ده استهلاكك للعيش بس ده بند واحد في السنة 8212 جنيه بعد الزيادة اللي عملوها عشان مصلحتك أنت يا مصرف يا مهمل ياللي مش عارف مصلحتك 90 جنيه في 365 يعني 32850 جنيه يعني إحنا بنتكلم فيه أربع أضعاف تقريباً لليه اللي حصل النهاردة وهو ده اللي حصل فعلاً طيب السؤال اللي إحنا بنسأله طبعاً نسبة الزيادة 300% جميل جداً؟ جميل النهاردة كان 29 مايو 2024 مهمة أوي نحفظ التاريخ ده لأن السيسي هيفتكر التاريخ ده كويس تاني مهمة نحفظ التاريخ ده لأنه عبدالفتاح السيسي سيء الذكر جار السوق لقطاع غزة سيتذكر هذا اليوم جيداً والمعنى في بطن الشاعر يفهمه زي ما هو عايزه وكل واحد يفهم زي ما هو عايز بالمعنى الإيجابي بالمعنى السلبي بالمعنى اللي مش كويس خالص أياً كان لكن ده يوم سيتذكروا جيداً سيء الذكر جار السوق عبدالفتاح سعيد خليل السيسي مين المسؤول عن قرارات النهاردة اوعى اوعى يتضحك عليك ويقولولك الحكومة اوعى يتضحك عليك ويقولك مصطفى مدبولي اوعى يتضحك عليك ويقولك عالم صلح وزير التمويل اوعى يضحك عليك ويقولك محمد معيت اوعى يتضحك عليك ويقولك عباس كامل اوعى يتضحك عليك ويقولك البرلمان اوعى تصدق الكلام ده من اتخذ قرار انه يضلم الحياة والدنيا على الشعب المصري النهاردة ويزود له رغيف الخبز من شلن لعشرين قرش هو شخص واحد فقط هو اللي تكلم من يومين والقرار النهاردة اتخذ وهو في الصين عبد الفتاح سعيد خليل السيسي خلونا نتابع وبعدين نرجع نكمل استعراض مجموعة من الاخبار لانه مش العيش بس فيه كلام عن الكهرباء وفيه كلام عن الادوية وفيه كلام كتير جدا هننقشه النهاردة بعد قليل مع دكتور مصطفى شعين عن تداعيات القرار ده بعد ما نسمع سيء الذكر جار السوق عبد الفتاح سعيد خليل السيسي اشتركوا في القناة 8 جنيه وربح بيكلفني 130 مليار جنيه ده عام يبقى انا ما اقول عندي فرصة ان انا ازود بدورة اشي في المئة منه الاقي حدي ما يقفش جنب مننا اقول لك لأ طب انا موافق انا موافق افرق في الحشب تكلم تان دلوقتي ابدأ عارف طبال اقول لكم جنيه وربح جنيه وربح اصف فيه ناس ما تحبش تكلم يعني فيه ناس ما تحبش تتكلم ليه ما بتتكلمش ليه ما بتقولش هو عيب ولا حرام لا عيب ولا حرام ابو روشيلينده بيكلف جنيه وربح بعد ما كانت سالدولة بتحط 20-30 مليار جنيه دعم للخبز بعد الوقت 120-130 مليار مش كده دكتور معيد الارف ده ابو خمسة ساخدة 8 جنيه وربح بيكلفني 130 مليار جنيه دعم يبقى لما اقول عندي فرصة ان انا ازود بدورة اشي في الماء منه هلاقي حد ما يقفش جنيه مننا اقولك لأ طب انا موافق انا موافق اللي قاله عفتح السيسي في موضوع اللجوء للدرع في الخبز وقال ان هو بيؤثر على المواصفات ومقدمة لرفع الدعم ده اللي حصل بالمناسبة لكن تعالوا نقرأ كده الناس قالت ايه عن قرار السيسي بموضوع رفع الدعم كان الكلام ان هو السيسي بتكلم انه تكلفة رغيف الخبز على الدولة وصلت لجنيه وربع تقريبا وان الرغيفة بوشيلينده بيكلفه 130 مليار جنيه دعم وهو لو دخل الدرع بنسبة 20% بديلا للقمح في امتاج الرغيف فده هيوفر على الدولة استيراد 2 مليون طن قمح بتكلفة 600 مليون جنيه مدى مصر اتكلمت مع مجموعة من المصادر وقالت ان كلام السيسي بيأثر على مواصفاته جودة الخبز اللي بيستفيد منه حوالي 65 او 70 مليون شخص وانه الدولة او الطرح الرئاسي ده بيعد التفاف حول التزام الدولة بدعم الخبز بينقله كلام عن نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات عبد غفار السلاموني ان تكلفة الرغيف 125 ارش مكرر الرقم اللي اعلنه السيسي يعني بيقول نفس الكلام وانه جماعة احنا بندعم الخبز بمبالغ كبيرة جدا تقير طويل جدا من مدى مصر اتكلموا فيه مع عدد من الخبراء انه موضوع ادخال الدرة في الخبز ده مش حل ومش هيكون حل